أولى الآيات آية 26 في سورة البقرة إن الله لا يستحيي يستحيي وليس يستحيي يستحيي أخطأي كذلك قوله عز وجل آية 71 في سورة البقرة مسلمة وليس مسلمة مسلمة عند الوقف عند الوصل مسلمة لا شيئة فيها ذلك آية 72 في سورة البقرة قوله عز وجل فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا فدارأتم فيها ذلك أيها الأحبة آية 249 في سورة البطرة قوله عز وجل بنهار بعدهم يقرأها بنهر خطأ بنهار بفتح الهاء بنهار أيها الأحبة آية 41 في سورة هود قوله عز وجل وقال اركبوا فيها باسم الله مجريها مجريها وليس مجراها لا مجريها من الأخطاء كذلك في سورة يونس قوله عز وجل أما لا يهدي يهدي إلا أن يهدى أما لا يهدي في سورة الحجر قوله عز وجل ربما يود الذين كفروا بعضهم يقرأها ربما خطأ ربما بفتح الباء بدون شدة ربما آخر آية في سورة إبراهيم قوله عز وجل ولينذروا به وليعلموا بعضهم يجعلها ساكنة ولينذروا وليعلموا خطأ ولينذروا به وليعلموا كذلك من الأخطاء آية 15 في سورة الحج قوله عز وجل ثم ليقطع بعضهم يجعلها مكسورة ثم ليقطع خطل وإنما ثم ليقطع آية 29 في سورة الحج قوله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم بعضهم يكسرها ليقضوا لا رواية حفظ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا أيضا به لها يا معشر الحفاظ آية 87 سورة القصص ولا يصدنك وليس يصدنك دال مضبومة وليس مفتوحة يصدنك اخطاء كذلك آية 10 في سورة الروم قوله عز وجل السوء بعضهم ما يمد كأنه يقرأها السوء خطأ إنما هي السوء أخطاء كذلك آية 16 في سورة 7 قوله عز وجل ذواتي أكل بعضهم يقرأها ذوات أكل خطأ وإنما هي ذواتي أكل من الأخطاء كذلك آية 29 في سورة فصلت قوله عز وجل الذيني بعضهم يقرأها الذين جمع خطأ وإنما هي مثنة الذيني من الأخطاء كذلك آية 17 في سورة الحشر قوله عز وجل خالدين فيها بعضهم يقرأها خالدين بالجمع خطى وإنما هي مثنى خالدين كذلك من الأخطاء آية 4 في سورة الممتحنة قوله عز وجل براء أو بعضهم يقرأها براء أو خطى وإنما هي براء أو من الأخطاء كذلك آية 2 في سورة الطلاق قوله عز وجل وأشهد ذوي بعضهم يقرأها ذوى عدل خطى وإنما هي وأشهد ذوي ذوي كذلك من الأخطاء والأحب قوله عز وجل كفوا أحب